ومن اسطنبول ينضم إلينا الآن رئيس وحركة العمل من أجل سوريا وعضو الإتعال في سوريا المعارض أحمد رمضان أستاذ أحمد مساء الخير إذن الجهود التركية الروسية ما زالت متواصلة الجانبان أكد هذا المساء على إعادة العمل بوقف إطلاق النار في المقابل المعارضة المسلحة قالت بوضوح أنها تشن هجوما مضادا ضد القوات السورية النظامية بالتالي إلى أين تتجه الأمور؟ يعني كان يفترض للتفاهم الذي جرى أمس بين الجانبين التركي والروسي أن يسير بشكل طبيعي لكن للأسف الشديد تدخلت إيران عبر ميليشياتها في حلب والتي تتمتع بقدرة ونفوذ في المدينة سعت لإفشال هذا الاتفاق والتصعيد العسكري وقامت صباح اليوم بقصف المناطق المحاصرة بمعدل مئة قذيفة في الساعة الواحدة ونشرت أيضا القناصة عند المعابر لمنع المدنيين من الخروج من المناطق المحاصرة وهذا هو السبب الذي دفع القوى العسكرية في الداخل للطلب من المدنيين عدم الذهاب إلى المعابر لوجود قناصة إيرانيين أيضا لقيام ميليشيا النجباء العراقية بتنفيذ أعمال عدام ميدانية في حلب عند عبور هؤلاء المدنيين إلى القسم الغربي وبالتالي كانت هناك محاولة للإفشال طرت الجانبين التركي والروسي لعمل مباحثات مطولة هذا اليوم إلى حين العودة إلى استئناف الاتفاق وكما أعلن جرى اتصال بين الرئيس التركي والرئيس الروسي وسبق ذلك أيضا زيارة وفد من الاتلاف إلى أنقرة ولقاء وزير الخارجية التركي الوفد كان برئاسة رئيس الاتلاف للحديث عن الوضع الأهمية كماية المدنيين عندما يقولان أن اتفاق وقف اطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد ساعات وستعود الأمور إلى المجرى التي كان من المفترض أن تسير فيه هل هناك بالفعل ضمانات على أن الأمور ستسير بشكل مختلف عن هذا الصباح يعني الجانب الروسي يقول أنه قادر على فرض هذا الاتفاق على الطرفين والنظام وإيران لكن من الواضح أن هناك قوة خارج نطاق السيطرة موجودة في حلب تأتمر بامرة الحرس الثوري الإيراني وتحاول إيران من خلالها أن توصل رسالة إلى روسيا بأنها ليست قادرة على عزدها فعليا عن التطورات أيضا لا يمكن إبرام اتفاق لا تكون إيران طرفا فيه كانت هذه هي الرسالة التي أراد الإيرانيون توصيلها اليوم من خلال إعاقة الاتفاق الآن سوف ننظر ونرى هل فعليا سيتم تطبيق هذا الاتفاق أم أن الوضع سيعود إلى ما كان عليه وبالتالي يمكن لدورة القتال أن تعود مجددا وهناك مبرر للفصائل من الريف الجنوب ما زالت المعارضة المسلحة الآن قادرة على المواجهة كما تعلم المساحة التي تسيطر عليها شرقي حلب تقلصت إلى أقل من 10% من مجمل مساحة المدينة بالتالي أسلحتها ربما أيضا ألقي البعض منها هل باستطاعتها الصمود أمام زحف القوات النظامية والمينيشيات المتحالفة معها يعني هناك قدرة على الصمود القلق هو على حياة المدنيين بلا شك لأن المدنيين عددهم كبير الآن في تلك المساحة الضيقة الجانب الروسي والإيراني يعتمد على إيقاع خسائر من خلال القصف العشوائي المكثف على تلك المنطقة للتأثير على العسكريين وقرارهم لكن أيضا هناك الآن تحرك من الفصائل العسكرية في محيط حلب في الريف وخاصة الريف الجنوبي والريف الغربي لمحاولة إشغال القوات المهاجمة والتأثير عليها والتخفيف أيضا عن القوات المحاصرة أشكرك أستاذ أحمد رمضا رئيس حركة العمال من أجل سوريا وعضو الائتلاف السوري المعارض كنت معنا إذن من اسطنبول